موسيقى البعض يتصور أن الانتظار يعني واحد أصلا يكون يترك العمل هذا مو انتظار الانتظار معناه أن الإنسان يكون بأمل ولأجل ذلك العمل يشتغل فإذا اشتغل لأجل ذلك الأمل زين هذا يكون انتظار عنده مثل الزارع عندما يزرع ليش يزرع لأنه عنده أمل أنه في موسم الحصاد يحصل زين هذا الأمل أنه في موقع في وقت الحصاد راح يحصل من الحنطة والشعير وسائر الثمار هذا اللي يخليه يروح يتعب ويزرع ويراقب الزرع بالماء وما إلى ذلك لأن هذا الأمل سبب أن يعمل هذا الانتظار سبب العمل وإلا إذا واحد يقول أني منتظر بدون عمل هذا كاذب أنت الآن سويت لك دعوة زين لأجل هذه الدعوة ماذا تفعل تهيئ الطعام للضيوف وتقول أني أنتظر الضيوف منتظر أنه الظهر يجون لكن إذا وضع يدا على يد ورجلا على رجل ولم يحرك ساكنا يقولون لماذا هكذا جلست يقول أني منتظر يقولون أنت كاذب لو كنت منتظرهم كنت تهيئ ما يليق بهم الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوناها في أول البحث يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إذا جماعة ارتدوا عن الدين طبعا الارتداد على الدين قسميا مرة ارتداد كامل عن الدين والدخول في الكفر مرة ارتداد عن بعض أمور الدين يمكن ما يكون كافر لكن هو قد رجع عن بعض الأمور يعني ترك مثلا الصلاة مثلا أو ترك الصوم أو ترك بعض الفرائض هذا مرتد لغوي يعني ترك بعض أحكام الشرع وليس مرتد بالاصطلاح المتشرع الذي يخرج عن الإسلام ويدخل في الكفر من يرتد منكم عن دينه هذا ما يضر الله سبحانه وتعالى شيئا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هناك قوم سيأتون الآية ما قالت فسيأتي السين للمستقبل القريب الآية قالت فسوف سوف المستقبل البعيد ولذا يردون يحاولون تطبيق هذه الآية على أبي بكر وحروب الردة هذا تطبيق غير صحيح لأنه إذا كان كذلك الآية كانت المفروضة أن تقول فسيأتي الله هذا أولا الشيء الثاني إذا كان المقصود هم الصحابة الصحابة كانوا موجودين لا يعبر عنهم فسوف يأتي الله بقوم قوم هذا ظاهر الآية أنه قوم آخرين وليس هؤلاء الذين كانوا موجودين في وقت نزول الآية هذه الآية طبعا إلها مصاديق مختلفة يوم الجمل أحد المصاديق لأن جيش أمير المؤمنين بشكل عام ما كان من الصحابة وإنما كان من الناس اللي ولدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا مصداق من مصاديق في يوم الجمل وصفين والنهروان زين لأن الجماعة ارتدوا عن ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ونكثوا بيعتهم وخالفوا أمر الرسول هذا مصداق من المصادق والمصداق الأتم والأكمل هو في ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر